أنا هبدأ بك الأول بأكداء خش على القصة بتاعت النهاردة كلها إن شاء الله تجربة مع نادي طلاع الجيش ما كملتش وبعدها تجربة مع نادي النفطة هتبدأ إن شاء الله وبإذن أنا أتمنى لك فيها التوفيق بس ليه تجربة طلاع الجيش ما كملتش بصوا تجربة طلاع الجيش إحنا إحنا لازم نعرف الظروف اللي هي اللي حوالين الفريق لأنه برضو فيه ناس متابعة وفيه ناس يمكن مش متابعة أوه بحكم من طلاع الجيش مش من الفرق اللي هي المقدمة يعني طلاع الجيش مع السنة الموسم اللي فات رابع خد رابع مع كابتن طريق العشري طبعا وكان مجهود محترم جدا وبعدين تم الاستغناء أو انتهاء بعض اللاعبين لعقودهم وانتقل حوالي 11 أو 12 لعب لأندية أخرى يعني لما تيجي تحصرهم كده من وراء من الفرقة من عند محمد بسام راح سراميكا علي الفيل راح علي الفيل المساك راح فيوتشر الزناري راح الزمالك عندك محمد ناصف راح سراميكا تخش على الثلاثة بتوع نص الملعب الثلاثة مشوا يعني محمد جابر راح المحلة وعندك مهند داشين راح فيوتشر وعمر السيسي راح الزمالك فيكتوري راح جنتل برجيكي لوالرس حربة اللي كان هداف وعندك راجب عمران وميدو جابر تلاتة برضو الاتنين مشوا برضو ميدو جابر راح سراميكا وراجب عمران ناصف فاللي أنا بتكلم فيه فاتت في مرحلة مشروع جديد هنا تكوين فريق جديد يعني ما ينفعش يقارن بفريق اللي خاد الرابع السنة اللي فاتت مظبوط وبالتالي أنت أهدافك بتتغير استراتيجيتك بتتغير حتى النهاردة بتعمل فرقة جديدة فصعب جدا الجيش طلع الجيش جاب 17 لعب كابتن علي عبد العال طبعا أخ وراجل صديقي ومن المدربين المحترمين وبيحترمهم عمل الفرقة في أول الموسم ولعب بهم ثلاث لقاءات ثم بعد ذلك أنا توليت المسئولية يمكن لأول مرة طلع الجيش يعني بشهادة الناس كلها حتى كل المحللين أو الناس اللي بتحلل في الدوري كانوا بيكلمون ويقولوا يوسف بتلعبوا كرة كويسة جدا صح يعني وكرة مختلفة عن الكرة اللي كان بلعبها طلع الجيش يعني السنفاتي كان طلع الجيش واحد سفر 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 كان مدرسة الكابتون طالع العشر الراجل اللي هو ده ليه مدرسة كرة وحرك لهم مدرسة كرة تانية هو راجل حريص الدفاعين وبيشتغل على التحولات بشكل ما انت كنت تلعب كرة مفتوحة أحسن وفيها شغل هجومي وبنلعب كرة فيها جمال اللعب لكن ما كانش فيه توفيق النتائجة انا كنت اتمنى ان هتبقى أحسن من كده وانت عارف طبعا النتائج بتلعب دور كبير لكن في النهاية انا بتكلم على ان التجربة ما كملتش برضو لاني انت النهاردة مفيش توفيق اه اوكي لكن اكيد مش هيبقى باستمرار يعني اكيد طالما انت بتلعب كرة يعني دايما اللي بي يعني انا مثلا باجى دير فريق او ان انا ابقى معايا فرقة طالما بتأدي هيجي لك طال في جملة مشهولة كابتن محمد بسمع دايما في كل الادارات او في الاعلام او في كل الاماكن اللي هي علاقة بكرة القدم يقولك والله لو المدرب ده ممكن يبقى ماشي كويس قوي وبيشتغل كويس قوي بس التوفيق مش معاه فانا بغير عشان اجيب مدرب التوفيق معاه بتسمع عن جملة دي اه تغيير من اجل التغيير وديت قالتلي يعني احنا مش معندناش اي تحفظ انت بتشتغل وبصراحة بتعمله كرة كويسة جدا والناس مبسوطة من الكرة اللي احنا منلعبها انا مثلا اخر مطش مع بيراميدز مع بيراميدز رمضان الصبح وعبدالله السعي اربع خمس فرص اكيد بالنسبة لي جوان هما جت لهم واحدة واحدة فاول فخر الدين بن يوسف رحاتت لكن لما تيجي تمسك المباراة كأداء احنا احسن اربع خمس فرص اكيد يعني منهم خلد امر مضايع واحدة في الاخر عندك فتح الله بدماغه في حل الجن رحمة الله حفو الجن عندي محمود وادي برضو مضايع كرة او كرتين كريم طارق نفس الكلام مصطفى الخواجة دخل بكرة وحطاه في الشناوي رح تطلع برا فالمهم يعني في النهاية التجربة ما كملتش وكان ليهم رغبة زي ما انت قلت كده التغيير من اجل التغيير يمكن ان يجي مدرب بيبقى عنده توفيق شوية صحيح بس وغيره وجابه طبعا حبيبي واخوية وكابتن عمد نحاس من المدربين المحترمين يمكن خاد معهم مبارايتين والتالتة هيلعبوها خلال يمكن بعد بكرة عندهم مباراة مع الاتحاد سكندري مانالهم التوفيق وتجربة ناس محترمة جدا طبعا ومجلس ادارة محترمة من دي الجيش وحاولوا يسندوا الفرقة طبعا بشكل او باخر بس النتائج والتوفيق ما كانوش مساعدة النتائج طبعا ما كانتش يعني انا كنت اتمنى يعني كسبت البنك الاهلي كسبت المصري 3-1 وكسبت البنك الاهلي 1-0 في بعض المباراة كريم كانت قريبة يعني كتقريبة يعني مثلا مباراة الاسماعيلي اتقدمنا بهدف في اول خمس دقايق رجع في رأس الشواطت عادل جالنا ضرب الجزافة ديها 82 يعني لو حطاها احمد سمير اخلص الماتش اطلع بالماتش 2-1 ادي 3 نقط خدت منهم نقطة الماتش اسوان مثلا متقدم هناك ايمن الرمادي برضو متقدم 2-1 وبعدين راح راجعين متعدلين معنا في الديها يمكن 1-72 ففي بعض المباريات المحلة كنت متقدم عليها الشوط الاولاني 2 رجع اتطرت مني خلت سطوحي بعد 5 دقايق مش شوط التاني راح راجعين علينا بتلت جوان ففي بعض المباريات يعني راحت مننا عانيت شوية من الطارد عانيت شوية من الاخطاء الفردية بشكل كبير حتى يعني على مستوى الحراسة وكده لغاية لما جبنا لما جبنا احمد مسعود من المصري وجبت فريد شاقي يعني عملت صفقتين ثلاثة في في الانتقالات الشتوية بحيث انها تسنت شوية اه يبقى فيهم خبرات كمان طبعا يعني جبت محمود ودي جبت فريد شاقي من المصري جبت احمد مسعود في حراسة المرمى حاولت تدعم بحيث ان دي كانت مهمة جدا بس في النهاية توفير يعني طلع الجيش فرقة محترمة وفرقة مش هتهبط يعني وانا حتى قلتلهم كده يعني يعني انت مش تقدر تخش مربع تاني يعني مش زي السنة الفات خلي بالك لما تيجي ببص على طلع الجيش على مدار تاريخها هم دايما تاسع عاشر لكن هي الطفرة اللي حصلت السنة الفاتت ان هم خدوا رابع اول مرة يخشوا مربع لكن عادة لما تيجي ببص في الجدول من عشر سنين هتلاقي ان طلع الجيش دايما بيبقى تاسع سابع تامن منتصف الجدول حداشر اه في المنتصف الجدول تاك